في معرفة المزيد ينضم معنا بلو ساديو خصائي علاج طبيعي في مدينة الملك سعود الطبية الأستاذ محمد الشريف صبحك الله بالخير يا هلا وسهلا فيك صبح صباحا صبح عليكم وعلى المشاهدين الكرام أسعد الله صباحكم بكل خير يسعدني أن أكون ضيف معكم إن شاء الله نقدر نضيف أو نفيد المجتمع والمشاهد الكريم بمعلومات إن شاء الله أن تفيدوا عن العلاج الطبيعي ودور العلاج الطبيعي وتعريف بمانة العلاج الطبيعي طيب نتكلم اليوم عن اليوم العالمي للعلاج الطبيعي أهمية هذا اليوم أهمية هذا التخصص اليوم العلاج الطبيعي كأحد الفروع الصحية والمراحل أيضا الصحية لكثير من الإصابات من الأمراض وغيرها بداية الاحتفال باليوم العالمي للعلاج الطبيعي بدأ منذ عام 1996 عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم هذا الثامن من سبتمبر كيوم عالمي للاحتفال بالعلاج الطبيعي بناء عليها هناك بعض الفوائد للاحتفال باليوم العالمي للعلاج الطبيعي على مستوى المهنة على مستوى الممارسين للعلاج الطبيعي من ذلك مثلا زيادة المحصول العلمي مناقشة المواد العلمية فيما بين المختصين للعلاج الطبيعي والكثير من الفوائد التي ترجى من الاحتفال باليوم العالمي للعلاج الطبيعي العلاج الطبيعي دوره ليس فقط علاج مثلا جسدي ولكن أيضا له علاقة بالعلاج النفسي لأنه دائما الأخصائي إذا مسك حالة معينة بيشتغل على جميع الجوانب نفسيا جسديا ممكن يشوف كمان دور الأسرة كلمنا على هذا المجال بشكل عام طبعا الممارسين للمهنة الطبية المختلفة في حالة المرضى فحنا نعمل كفريق واحد سواء نخصي العلاج الطبيعي أو الأطباء بمختلف تخصصاتهم كلا على حسب رؤيته وحسب التدخل اللي يمكن يتدخل فيه مع المريض لرفع بستواء صحة المريض لرفع جودة الحياة فيما بعد الإصابة أو حتى التعايش في أثناء الإصابة فحنا نعمل كفريق واحد بالنسبة للممارسين الطبيين في مختلف التخصصات ومنها العلاج الطبيعي طب العلاج الطبيعي يهتم مو بس في المعالجة تقليل آلام أو مثلا في مرحلة واحدة من مراحل العمر اللي مثلا هي الدارجة في المجتمع للمراحل الشيخوخة نحن نهتم بالإنسان من ولادته إلى آخر مراحل العمر نهتم من النواحي البدنية الصحة البدنية الصحة النفسية جميع النواحي التي تهم الإنسان والتي تعايش فيها بشكل أفضل مدى فعالية العلاج الطبيعي وخلينا نشوف أيش الأشياء المفيدة فيها يعني عادة يجي للذهن مباشرة اللي هي الإصابات الناتجة على الحوادث وغيرها اللي يتم تأهيلها في العلاج الطبيعي كذنو أيضا الأمراض مرتبطة بتأهيل بالعلاج الطبيعي كثير من الناس ممكن يكون عندهم ما عندهم الإيمان الكبير بمدى أنه ممكن يتحسن بشكل كبير فالبالتالي يهمل وهذا ينعكس عليه أيضا صحيا اليوم بأخذ منك أهم النقاط حول الفعلية لو تعطينا أمثلة تعطينا نسب أيضا حول ما يمكن أن يستفاد من العلاج الطبيعي طبعا الفوائد المرجوة من العلاج الطبيعي فوائد كثيرة لا يمكن حصرها طبعا تعتمد على نوعية الإصابة شدة الإصابة تعتمد على البيئة التي تواجد فيها الإنسان بعد الإصابة تاهيل ما قبل الإصابة أثناء الإصابة بعد الإصابة فدور كبير دور العلاج الطبيعي بالنسبة للمرضى في حالة الإصابة في حالة تواجدهم في المستشفى أو حتى من خلال مراجعتهم للعيادات الخارجية المتوفرة للعلاج الطبيعي تعطينا أمثلة قصص عن بعض الإصابات التي كانت في حالة محبطة وبالتالي أسهم العلاج الطبيعي بشكل كبير في تحسينها والله الإجازات أكثر من أنها تحصى فكثير من الحالات حالات ممكن بدأت بعز جزء أو كلي تطورت وتحسنت بفضل الله ثم بفضل الممارسين في العلاج الطبيعي تحسن إلى الرجع إلى المستوى ما قبل الإصابة فالمثلة كثيرة صحاحتا ممكن المجتمع لا يخلو منها بيت أو أسرة لا تخلو من بعض من إنجازات العلاج الطبيعي ودي أخذك لدور الأخصائي في العلاج دائما لما بيكون في حالة محتاج للعلاج الطبيعي ممكن يكون العرض أو المشكلة هي واحدة عند الجميع ولكن طريقة التعامل تعامل المريض علشان يقدر يشغل هذه العضلة هنا يجي دور الأخصائي أنه كيف بيبتكر أنا كيف أخلي الشخص هذا يتحرك ويقوم كيف ممكن أستخدم مشاكله مثلا أو الأسرة اللي عنده مثلا أو إيش الإمكانيات اللي موجودة مثلا في غرفته كيف أهيئها بشكل يتناسب مع الحالة خذني في هذه الجزء أو العمل للأخصائي صراحة الكلام يطول في تاهيل الإصابات والدور الذي يقوم في العلاج الطبيعي وخصائي العلاج الطبيعي في تاهيل ولكن في الأول والأخير هو على حسب كل حالة يتم تصميم برنامج علاجي يبدأ من التاريخ المرضي للمريض من الشدة الإصابة ونوع الإصابة الحالية من الشكوى الموجودة عند المريض في نفس الوقت ويمتد إلى تصميم برنامج علاج طبيعي متضمنا الأهداف متضمنا نسميها القولس أو الأهداف بعيدة المدى حتى ليست قصيرة المدى فقط ولكن بعيدة المدى للمريض وكيف نحن نشوفه أو نبغى نشوفه بعد فترة معينة استمر فترة العلاج في فترة العلاج ممكن حتى يتم تغيير الخطة العلاجية ما هي خطة ثابتة خطة متغيرة متكيفة حسب ما نشوف إحنا من المريض من تطور من تحسن فبناء عليها يعني ممكن لنفس المريض ترسم أكثر من خطة علاجية هذا العام يأتي اليوم العالمي للعلاج الطبيعي مرافقا وملازما للجائحة دور كبير أيضا للعلاج الطبيعي في مواجهة هذه الجائحة كفت طويل الأمد لماذا هذه التسمية وأيضا هذه الفعالية للعلاج الطبيعي تحديدا في علاج أثار كورونا طبعا في الدراسات الأخيرة الآن المعمولة على مستوى العالم وجد أن كورونا قسمت إلى ثلاثة أقسام بناء على المدة الزمنية أو الآثار التي ترتب عليها زمنيا لدى المريض بداية أو المرحلة الأولى هي الفترة الحادة تمتد من بداية الإصابة إلى أربع سابيع يصاحبها بعض الأعراض والمشاكل الصحية الفترة الثانية تمتد من أربع سابيع إلى غاية 12 سبوع وهذا يكون فيها إكمال لوجود بعض الأعراض والأمراض التي نشأت وتطورت بسبب فيروس كورونا ولكن عنواننا للسنة هذه اللي هو كوفيد طويل الأمد هي الفترة التي تمتد أكثر من 12 أسبوع مصاحبة لوجود الأعراض والأمراض التي نشأت وتطورت بسبب الإصابة بفيروس كورونا وهذا هو الجديد أو الشيء اللي احنا بنحاول نحن نوصله للمجتمع في الفترة هذه أنه في كوفيد طويل الأمد مصحوب بأثار وأمراض تطورت ونشأت بسبب فيروس كورونا جميل كوفيد طويل الأمد نحن نتكلم عن الأثر اللي ترتبت عن جلوس الحالة أكثر من 12 أسبوع من غير مثلا حركة التنفس غير سليم هذه الأعراض المصاحبة لكوفيد 19 هو ما يتم علاجها بالعلاج الطبيعي لا في الحقيقة كوفيد طويل الأمد ليس مترتب على جلوس المريض فترة 12 أسبوع بدون حركة وتحرك لا هو يصيب الأشخاص الذين خضعوا للتنويم في المستشفيات والمراكز الطبية وكذلك للمرضى الذين خضعوا للحجر المنزلي فهو مجموعة أعراض ممكن يكون أشهرها هو التعب والخمول في أشخاص معرضين لها أكثر من غير طبعا حسب الدراسات النسبة تقريبا 10% من إجمالي المصابين بفيروس كورونا عانوا من كوفيد طويل الأمد فالأعراض تتراوح ما بين التعب والإجهاد إلى ضيق في النفس إلى آلام في الجسم آلام في المفاصل آلام في العضلات آلام مختلفة صداع بعض الأعراض الممتدة لأكثر من 12 أسبوع نشأت وتطورت بسبب موفقين يا رب جهود كبيرة لكل العاملين بهذا التخصص شكرا لوجودك لحديثك أيضا الأستاذ محمد الشريف وأنت خصائي علاج طبيعي بمدينة الملك سعود الطبية شاكر ومقدر لكم الاستضافة وأتمنى أني أضفت وقدمت شيء يفيد المجتمع شكرا جزيلا لكم الله يعافيكم